نروح مع حضراتكم بقى كده لخارج القاهرة ونشوف أخبار المحافظات جولة في المحافظات المصرية البداية من محافظة مطروح تم تشغيل طريق سيوة الخرساني الجديد تزامنا مع احتفالات تحرير سينة في الفيوم تم تنفيذ حوالي 234 مشروع للصرف الصحي بقرى حياة كريمة كمان في شمال سينة تم افتتاح متحف التراث السينوي بالعريش وفي أسوان بيتم تنفيذ مشروع إحلال شبكات الصرف بحي شرق بتكلفة 20 مليون جنيه خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن المحافظات في التقرير اللي جاي محافظات مصر شاهدت مبارح أخبار كتيرة في مطروح أعلنت المحافظة عن بدء تشغيل القطاع الثالث من طريق سيوة الخرساني الجديد كأولى القطاعات بطول 50 كم في اتجاه سيوة مطروح وده تزامنا مع الاحتفال بذكرى تحرير سينة في الفيوم أعلنت المحافظة عن تنفيذ 234 مشروع للصرف الصحي محطات رفع ومعالجة وخطوط طرد وشبكات انحضار ووصلات منزلية بقرى مركزي إدسا ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري وده بتكلفة إجمالية 6.8 مليار جنيه في إطار خطة الدولة لتوفير خدمات الصرف الصحي للمواطنين بمختلف قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة في سهاج شهدت المحافظة افتتحت واسعات محطة معالجة صرف صحي إدفا بمركز سهاج إحدى مكونات مشروع تجمع صرف صحي إدفا اللي بتبلغ تكلفته الإجمالية 215.6 مليون جنيه لخدمة 88 ألف نسمة حتى عام 2057 في شمال سيناء افتتحت المحافظة مدحف التراث السينوي في مقاره الجديد بجمعية حقوق المرأة السينوية وده بالتزامن مع احتفالات العيد القومي للمحافظة في 25 إبريل الجاري ضمن افتتاح عدد من المشروعات التنموية في مختلف مراكز ومدن المحافظة بهذه المناسبة وحيث يجسد مدحف التراث مفردات التراث والأدوات المستخدمة في الحياة اليومية القديمة في المينيا أعلنت مديرية الطب البيطاري بدء تنفيذ 6 قوافل بيطارية مجانية علاجية وقائية إرشادية بقرى المحافظة في الفترة من 20 إبريل الجاري حتى الخميس 25 إبريل بالتعاون مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية وضمن خط التكثيف القوافل البيطارية العلاجية المجانية بهدف تحسين أداء الخدمات البيطارية في المناطق الريفية وتقديم أفضل الخدمات للمربين للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة انتاجيتها فأسوان بتشهد المحافظة تنفيذ مشروع إحلال شبكات وخطوط الصرف الصحي بنطاق حي شرق المدينة بدءاً من معسكر الوقود وصولاً لقسم شرطة أسوان ثاني بتكلفة تقديرية 20 مليون جنيه وحيث يتم تنفيذ مشروع الإحلال والتجديد لخدمة أكتر من 35 ألف نسمة والقضاء على أحد المشاكل المتراكمة منذ أكثر من 15 سنة في بني سويف استقبلت المحافظة بخيرتين سياحيتين خلال رحلتهم بين أسوان والقاهرة وعلى متنهم فوجان قوامهم أكتر من 120 من السياح وجنسيات دول متعددة فضلاً عن استقبال بخيرتالتة على متنها 50 زائر